مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية وردنا السؤال من أحد متابعين كيف رح غير اللغة في تيك توك بالنسبة للآيفون قبل ما أبدأ أشرح الطريقة طلب من كل واحد يدخل على هذا الفيديو وما مشترك أنه يشترك بالقناة ويفعل الجرس خلالك في الفيديو خلينا ندخل مباشرة في إعدادات الآيفون في البداية هذا السؤال ورد من أحد متابعين أنه حاول أنه يغير اللغة فما قدر يغير اللغة فحبيت أعمل لهذا الفيديو مثل ما تعرفون عندنا طريقتين تغيير اللغة إما من التطبيق أو من الإعدادات فأنا لو دخلت على الإعدادات أنزل إلى التيك توك تيك توك رح يكون بالأسفل لو وصلنا إلى التيك توك ودخلنا هنا رح تظهر اللغة اللغة العربية هنا أنا التيك توك مالتي أدخل على تيك توك رح تشاهدون التيك توك مالتي باللغة العربية أدخل بالعلى والإعدادات كلها باللغة العربية الآن لو رجعت إلى الإعدادات وحولت إلى اللغة الألمانية للأسف التكتوك رح يفقى باللغة العربية فحتى طريقة أنه أغيره رح يكون فقط من داخل التطبيق مو من الإعدادات شون طريقة التغيير رح ندخل على الإعدادات وهذا حسابي KGLD 1,2,3,5,3,5 أتمنى تشتركون بي رح أدخل على ثلاث أسطر وأدخل على الإعدادات والخصوصية أدخل على اللغة أحولها إلى لغة التطبيق أخذ مثلا English or Deutsch آخر لغة الألمانية حولتها وأهم شيء تكبس على تم والآن لو رجعت رح تشوف أن اللغة الألمانية هنا موجودة وهنا بالإعدادات لغة ألمانية لو حولتها عربي ورجع رح تشاهدون أنه إذا رجعنا رح تشاهدون اللغة الألمانية موجودة ما تغير إلى العربية فهذا أعتقد حاليا من خطأ بين الآيفون وبين تيك توك بالربط بيناتهم أنه مدى ينفذ الأوامر ممكن بعد فترة بعد تحديث تحديثين تتصلح هذه المشكلة طلب من كل واحد يدخل بنهاية الفيديو أنه يشترك بالقناة ويفعل الجرس لايك الفيديو أكون جدا شكرا لك ساعدني مثل ما أساعدك تحياتي لكم أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبها برسالة أنا حاضر شكرا لك مع ألف سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر